يوافق اليوم الثامن عشر من يوليو الذكرى المائة والأربعة لميلاد المناظر والزعيم الأفريقي الراحل نيلسو مندلا الذي ولد عام الف وتسعمائة وثمانية عشر مندلا الذي أفنى عمره دفاعا عن مبادئه وقيمه وحقوق شعبه أصبح مع مرور الزمن أيقونة لنضال في العالم أجمع ورمزا كبيرا من رمز محاربة العنصرية نيلسو مندلا زعيم أفريقي حفر اسمه في تاريخ العالم بأحرف من نور بعد أن خاض رحلة طويلة من النضال ضد التمييز العنصرية بدأ مندلا في المعارضة السياسية لنظام الحكم في جنوب أفريقيا الذي كان بيد الأقلية البيضاء وفي عام الف وتسعمائة واثنين واربعين انضم إلى المجلس الأفريقي القومي الذي كان يدعو للدفاع عن حقوق الأغلبية السوداء وفي فبراير من عام الف وتسعمائة واثنين وستين وبعد سنوات طويلة من النضال والكفاح أعتقل الزعيم الأفريقي وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة التدبير للإضراب وبعد نحو عامين وتحديدا في الحادي عشر من يونيو التهم بالتخطيط لعمل المسلح والخيانة العظمى وحكم عليه بالسجن مدى الحياة وفي عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين عرض على مندلة إطلاق الصراح مقابل إعلان وقف المقاومة المسلحة إلا أنه رفض فاستمر في السجن حتى الحادي عشر من فبراير من عام الف وتسعمائة وتسعين بعد أن نجح المجلس الأفريقي القومي والضغوطات الدولية في إطلاق صراحه وفي عام الف وتسعمائة وثلاثة وتسعين حصل الزعيم الراحل نيلسون مندلة والرئيس الجنوب الأفريقي فريديرك دي كليريك على جائزة نوبل للسلام وبعدها بعام تولى رئاسة بلاده ليصبح أول رئيس ببشرة سمراء يحكم جنوب أفريقيا حتى تقاعد في عام الف وتسعمائة وتسعة وتسعين وفي الخامس من ديسمبر من عام الفين وثلاثة عشر رحل الزعيم الأفريقي عن عالمنا بعدما قضى عمره مناضلا حتى أصبح رمزا للحرية والمساواة